وفي صحيفة القدس العربي أيضا مسؤولون إسرائيليون يكشفون سبب إلغاء زيارة نيتنياهو للإمارات أفد مسؤولون إسرائيليون لموقع ولا العبري بأن الإمارات ألغت زيارة رسمية لرئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو إلى البلاد بسبب مخاوفها من أن يؤدي سلوك نيتنياهو خلال الزيارة لتوترات مع إيران ونقل ولا العبري عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار أن سبب التأجيل ليس له علاقة بتدخل وزير أو بدخول وزير الأمن القومي تيمار بن غفير إلى ساحات المسجد الأقصى كما لم تنبع من أسباب لوجستية كما ادعى المقربون من نيتنياهو وذكر الإعلان العبري نقلا عن المصادر المطلعة أن الإمارات تريد أن تركز الزيارة على اتفاقية إبراهام والعلاقة بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والاقتصاد وبيّن مسؤولون إسرائيليون أن نيتنياهو أراد استخدام زيارة الإمارات كإشارة عامة ضد إيران وفي غضون ذلك أعروت الإمارات عن قلقها من أن نيتنياهو سيتحدث علنا ضد إيران عندما يكون على أراضيها ونتيجة لذلك خشي الإماراتيون من أن يؤدي مثل هذا السلوك إلى زيادة التوترات وقرروا رفض الزيارة بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي وأدانة الإمارات الخميس تصريحات وزير إسرائيل دعا فيها إلى تدمير بلدة حوار الفلسطينية وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن دولة الإمارات تدين التصريحات العنصرية لسموتريتش التي دعا فيها إلى تدمير قرية حوار الفلسطينية